السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته مؤخراً ظهر عندنا أبت الدرس هذا رح نشوف مقارنة ما بين أبت والأبت قيت بداية هو أساساً ليس طهر هذا موضوع مهم جداً كون الأبت موجود يعني يكيد ظاهر الفائدة تمام ولكن ايش هذي الفائدة بالضبط مستخدمين ديبيان وما بني على ديبيان توزيع رخم جداً مبني عليها توزيعات كثيرة لعننا نأخذ من التوزيعات المبنية عليها ديبيان وابونتو ديبيان وابونتو ما بني عليها أيضاً كثيرة مثل النيكسمنت مثلاً فالشجرة هذه كلها تستخدم أبت الأبت هذا الآن اللي هو الخاص بإدارة الحزب بك جميع نجره تمام يوجد فيه خصائص كثيرة وليس طبعاً الكماند اللي وابت قيته فقط الموجود سابقاً يوجد أيضاً أبت تيود بعض المرامج الإضافية الثانية الأبت سوف نرى بعض الأشياء وجد على سهل نظمة العملية للأبت للآخر يعني طبعاً هم مظاهر قديم ترى عام 2015 مستقريباً صار تواجده موجود من 2016 تقريباً وبين المستخدمين نظراً لنزول نسخة مستقرة من البرنامج طبعاً هو استغل على سطر الأوامر أيضاً هو موجه تقريباً طبعاً لما نقول مثلاً كونه مستخدم أو موجه لي تبسيطه عملية الاستخدام نظراً لأن الأبت قد سابقاً وحده ما راح يكفيك لي مثلاً عملية البحث أنت مستخدم أبت كاش دعونا نرى بعض الشغلات حتى نستوعب العملية الآن لو فتحنا مثلاً الطرفية حالياً نستخدم لدي Virtual Server سأدخل عليه بحث أنه نقدر من خلال Virtual Server لا يوجد أبديت فنقدر نرى بعض الأشياء لأنه لدي فصعب أنه مثال جيد دعونا ندخل حين دعونا نرى السيرفر 1 2 1 6 8 ثم 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 طبعاً بغض النظر بغض النظر بغض النظر على توزيع استخدامها طالما أنك تستخدم توزيع جديد مثل من 2016 أو طالع فهذا الشيء غالباً راح تشوف موجود عندك المساعدة دعونا نرى بدايتها ما هي الموجودة موجود سابقاً قبل لأنه الأبت لا يعرفين عنه من زمان من زمان استخدمه تمام فبعض الاستخدامات الواردة الموجودة هنا مثل ثم 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 هذا كماند عادي جداً معروف حق الأبديت تشوف مع الأبت أنه موجود هذا كماند ولكن تشوف فرق بسيط جداً لاحظ معه أنه الآن يظلع تحت البروغرس بار الذي هو شريط التقدم انظروا تشوفوا باللون قبل سريعاً أيضاً كونه موجه للمستخدم زي ما قلت لكم أنه يعطي معلومات أكثر مفصلة ستشوف أنه مكتوب هنا أنه 131 باكت يمكن أن تستخدم هنا لم يجب ضاري موضوع تشوف طبعاً من أن تستطيع تشوف لكن تحتاج تضيف كثيراً سابقاً سابقاً إذا نحتاج بمثال على باكة جمعية خلف تركب ممكن كل الناس يسمون حزمة أو محتاج حزمة لها علاقة بفايرفوكس بس أنا أخذ فايرفوكس كمثال ممكن أن يكون مثال جيد الآن سوف نجرد نبحث عن طريق الابت كاش سوف نكتب فايرفوكس بسكل هذا تمام كاش سيرتش عفواً لاحظ أنه هذا ابت كاش وليس ابت كت تمام طبعاً نظهر لكل الحزمة اللي لها علاقة بفايرفوكس أصلاً مع الابت الوضع مختلف سوف نكتب ابت سيرتش فايرفوكس بالشكل هذا لاحظ الاوتبوتس مختلفة لاحظ أنه في الوان في تفصيل أفضل من قبل كمخرج ممتاز دعونا نرى بعض الأشياء للإضافية الموجودة طبعاً لاحظ أني استخدمت فقط للباحث استخدمت الابت في بعض اللوامر انا جمعتها لكم ممكن نسوي مقارنة من خلاله ونقدر نرى بعض الأشياء حتى نثبت برنامج سوف نفترض فايرفوكس طبعاً لا نثبت فايرفوكس بس نقدر نسوي بالشكل هذا عباتي مثلاً سودو أبت طبعاً الثالثة تفكير لماذا أركب أباتي لأنه لا يحتاج إنترفيس أبت 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 سودو أبت طبعاً بالسودو افتضنك على الروت مباشرة تمام سابقاً نكتب أبت 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 السابق ساعد نكتب أبت 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 ماذا يقوم بعمل؟ ماذا يقوم بعمل؟ ماذا يقوم بعمل؟ بغض النظر هناك حزم إضافية الوضع الآن مع الأبت مختلف الآن نكتب أبت ماذا يقوم بعمل؟ طيب الأبت سيرج بدل من أبت كاش لاحظ أنه كاش الآن لا نستخدم مع الأبت فقط نكتب أبت كاش سيرج واسم الحزمة اللي نبي ونكتب أبت سيرج تمام؟ عندنا أبت شو يعني أبت كاش شو وفايرفوكس الأبت كاش سابقا طبعا هذا الأبت شو وراح طلع الجميع التفاصيل عن الحزمة نفسه بالضبط أبت شو لكن لاحظ الفروقات تمام؟ أنه هنا الأوتبوتس طبعا يتقل على ما اسمه؟ على السيرفر فأمكن بعض الألوان ما تظهر عندي تمام؟ بس لاحظ أنه في فرقات الأوتبوتس يعني هنا مثلا انتهى الموضوع عنده سابقا بالنهاية إلى آخره هنا الوابع اختلف شوية و ترى في معلومات أكثر لو تريد تفاصيل طيب هذا بالنسبة لي بعض الأشياء عندنا أيضا في أوامر خاصة بأبت الحال و طبعا أنا مو بالدرسة قاعد أشعلك أبت قاعد أريك أنه في فرق و الفرق و ما فايدته ممكن حنا نستخدم بعض الأشياء مثل ابت لست فيفوكس ابت لست طبعا نطلع معلومات عن الحزم الموجودة عندنا مع الكريتيريا يعني هل هي مثلا مثلا مثبتة غير مثبتة يعني ممكن نشوف مثلا حزمة مثبتة بنسوي على اختبار ابت انستول اباتشي اباتشي 2 ابت لست ابت لست لاحظوا أن هنا وضع لي بين قصين انستول انا اقدر كتب ابت لست فقط و اشوفك اول شيء لكن المبوع حزمة طويلة جدا كل المستقاعات الموجودة عندك فانت ممكن تحدد حزمة معينة هل يقابل مثلا للترقية او لا عندك ايضا ابت ادت سورسز بالشكل هذا و ايضا خاص ب خاص بتحرير تحرير الحزم او عفوا المصادر البرامج ممكن استخدمناه الان لاحظ ان اخذني مباشرة الان على تحرير مصادر البرامج نهاية الحديث او زبدة الحديث الان هو انه عندنا ابت ظهر جديد الغاية منه هو يسوي توافق ما بين ابت كيت و ابت كاش لاحظ انه ترى موضوع الابت ما متوقف عليه عندنا مدراء حزم ثانية ما يمكن ما يمكن نادر استخدام ولكن موجدين مثل سودو ابت تيود ابت تيود ابت تيود ابت تيود ابت تيود ايضا مدير حزم ثاني الغاية الانهائية جمع لك اثنين ببعض اطلع لك حاجة زي ما تقول لطيفة مع المستخدم اطلع لك اوتووتس مريحة وايضا ترى في معلومة وسيطة جدا بعض الناس تبقى انه ابت كيت هذا راح تخلصون منه حتى اللحظة ما في اي معلومات انه راح يطلعونه من السيستمز بذلك تقدر تستخدم اي واحد منهم حسب انه يتفضل هنا هنا انتهى الدارس بجوء مساء الله في الدروس القادمة